السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة الكرة الزهبي قبل ما فوت تفاصيل وعناوي فيديو ليوم بحب قول لأبطال منتخبنا الوطني لنسور منتخبنا الوطني رجال بأرض الملعب بنحب نتشكركم عبر قناة الكرة الزهبي بتشكركم فرحة وطن فرحة شعب انتو فرحتوا الشعب السوري جمعتوا الشعب السوري عبر منتخب الوطني بصراحة مبارح نحن عشنا لحظات صار لنا زمان عم نستناها هي فرحة الشعب السوري شعب شردته الحروب شعب أهرته السنوات دمار نزوح لمجرد فوزكم على المنتخب التونسي كنا عم نشوف فرحة وطن بحب تشكركم عبر قناة الكرة الزهبي وحب لكم انتو كنتوا أبطال بأرض الملعب كنتوا نسور إن شاء الله يا رب القادم أجمل خلينا نشوف تفاصيل وعناوي فيديو اليوم فيديو اليوم رح نحكي عن تصريحات الدهي تيتا مدرب منتخبنا الوطني بعد الفوز على المنتخب التونسي بالإضافة لمكافأة أمالية للاعبين منتخبنا والرد على تصريحات نبيل المعلوم اللي كانت عم تسبق مباراة منتخبنا الوطني وكان عم يقول إنه المباراة سهلة وبالمتناول بالنسبة للمنتخب التونسي قبل ما نفوت بالتفاصيل دعموا لي الفيديو بلايك كومن تفعيل زر جرس واللي عم يحضرنا ما اشترك اتمنى يشترك بالقناة اتمنى تشاركوا الفيديو للأصدقاء لنصل لأكبر عدد ممكن عشاق الرياضة عشاق منتخبنا الوطني يلا نشوف تفاصيل فيديو اليوم وببداية فيديو اليوم بحب أقول هاردلاك للمنتخب التونسي هاردلاك للشعب التونسي بصراحة في فيديو السابق شفت كومنتات كتير حلوة من الشعب التونسي وعم يباركوا لمنتخبنا الوطني وعم يقولوا إنه بتستحقوا الفوز هاردلاك لمنتخب التونسي ولجماهير التونسي نحن بالنهاي عرب وأخوي بالنهاي هي كرة قدم دائما نحن نقول مبروكنا الفائز هاردلاك للخسران خلينا نشوف التصريحات الداهي تيتا بصراحة يعني أنا من ليلة مبارح مثل ما أقولوا ليلة مبارح ما قانيش نوم ما عمصدق اللي صار قبل ما نفوت بالتصريحات خلينا نحكي شوي نرجع للمبارعة يعني نحن هلأ كعاشقين للمنتخب الوطني كمحبين من فرحتنا عم نتمنى الزمن يوقف هون عم نتمنى الزمن يوقف هون ما بدنا المباراة الجاي تيجي ما بدنا المباراة القادمة تيجي خلص خلونا هون مبسوطين نحن عم نربح على المنتخب التونسي يا الله أكتر المتفائلين من العشاق المنتخب السوري ما كانوا متوقعين هذا الشي المتشاعمين من العشاق المنتخب التونسي ما كانوا متوقعين أن يخسروا المباراة شو اللي عم يصير سوريا عم يتفوق على تونس بهدفين مقابل لشي وعم يقدم مباراة كبيرة وشوط تاني خيالي دائما تيتا بشوط المدربين عم يتجاح لاحظوا للمباراة تاني أمام الإمارات بشوط المدربين كان عم يتفوق ومبارح مباراة تونس بشوط المدربين كان عم يتفوق بشوط التاني منتخبنا رهيب فضيع هذا ما منتخب السوري مستحيل هذا المنتخب اللي كنا عم نشوفه من أسابيع أو من شهور بالتصفيات اللي ما عم يعرف العباس شفنا ثقة عالة بالخط الدفاعي حتى خالد حاج عثمان الحارس ما كان عم يشتت الكرة تخيلوا كتيرين كانوا مصدومين أنه هذا منتخبنا هاي لعيبتنا تخيلوا خالد حاج عثمان أكتر من كرة ما كان عم يشوط لجوها كان عم مرر للمدافعين والمدافعين الأربعة عم بلشوا الهجمة وخط الدفاع باصة اتنين تلاتة تلات مدافعين على تلات مهاجمين ما في خوف في سقة بالنفس هاي تعليمات المدرب انتوا لعيبت كرت قدم انتوا ما تخافوا لعيبت قدامكم ما أنا أحسن منكم بعكس المدرب الوطني بصراحة المدرب الوطني بتحس ما عم يعطي الثقة للاعب دائما بصرخ عليه شتت شيلة يعني بتذكر أنا بأحدى المباريات التصفيات الأساوية يعني الكادر التدريبي هو اللي عم يعمل الفوضى بالملعب نصراخ والعياط بأحد اللقطات عمار الخريبين كان عم يقول للكادر تدريبي سكتوا حتى نركز بالمباراة لم جرد تجي الطابل عند السوما وخريبين لحبب العرض شغطة عمار خلصتوا لكوا اللاعبين تركز هدول مانور ولاد صغار هدول اللاعبين محترفين بارح ما شوفت أنا شو أنا حكيت بالفيديو السابق لهدف الثاني تيكتاكا تلكت أربعة بعصات هدف ونتخب رائع من حبل تشكر تيتا طبعا يعني مثل ما حكيت حابب هاللحظة ما تمر زمن زمن كرة القدم السورية أو الرياضة السورية توقف هون لحتى نستمتع بالشيء اللي شفناه بارح وبتمنى أنه ما نوقع بفخ موريتانيا نوقع بفخ موريتانيا هذا الشيء رح نحكيه بالفيديو القادم بتشكيل المتوقعة حسابات التأهل بالنسبة لمنتخبنا الوطن شو النتيجة المطلوبة حتى نتصدر المجموعة هلا يا الله صرنا عم نحكي عصدارة المجموعة شوف المدرب الأجنبي شو بيعمل هلا أنا ملاحظة عملي ما نفوت بصدب الموضوع أو بالتصريحات بتمنى أنه كادر تدريبة يكون أجنبي يعني إنه مجرد يكون في شخص بس وطن حتى يترجم لللاعبين يلي ما بيجودوا اللغة الإنجليزية بالنسبة لتيتا إذا بديوصل فكرة لللاعبين بس بتمنى أنه كادر تدريبة كله يصير أجنبي لأنه بصراحة شفنا الفرق بين المدرب الأجنبي والمدرب الوطني الفرق كبير مبارتين بيام معنا بعتزر على المقدمة الطويلة بس حبيت أنه نعيش اللحظة مرة تانية لحظة فوزنا على المنتخب التونسي خلينا شوف تصريحات تيتا تيتا كان عن نبلش تصريحات نجحنا بالتعامل مع أسلوب الفريق التونسي وتمكننا من تشجيل هدف مبكر أربك حسابات المنافس وهو ما خططنا له كي نتمكن من اكتساب الوقت والدخول في جو المباراة فعلا الهدف السجلنا عن طريق كاسكاو بالدقيق الرابع هو غير مجريات المباراة أو الشوت الأول كان عم يكمل ويقول أريد أن أشكر جميع اللاعبين على المردود الذي أظهروا على مدار الشوطين وعلينا منذ الآن أن نفكر في المواجهة الختامية كلام رائع كلام مدرب محترف يعني هو يقول لك ما بدنا نوقف ونحتفل ونمجد الفوز بدنا نتابع شوف شوف عنا مباراة قادمة بالنسبة للمواجهة تونس كان عم يقول شاهدت مواجهة المنتخب التونس ضد المنتخب موريتانيا وقمنا بتحليل هذا الفريق وطلبتوا من اللاعبين شوفوا ركزوا بهذا الكلام جيدا ركزوا شو عم يقول تيتا عم يقول نحن حضرنا مباراة تونس وموريتانيا وطلبتوا من اللاعبين التركيز على الكرات القصيرة هذا الشيء اللي شوفناه بالملعب بصراحة واللعب باسلوب الاستحواز عن الكرة وعدم فسح المجال للاعبين المنتخب التونس بدخول منطقة الجزاء وتشكيل الخطورة لمعرفتنا قدرتهم على توغل الناجح بالرغم من نتيجة الفوز ولكن ما زلنا نحتاج للوقت لكي يصل المنتخب للمستوى المأمول ونعيد ترتيب الأوراق من جديد ما شاء الله عليك كل هذا اللي عملته لسه عم يقول لسه عنا شغول أكتر لحتى نحقق نتائج أفضل يعني لو مدرب وطني حقق هالنتيجة على تونس كنت شفته عميلاك جبل البرازيل وكان عم يختط تيتا ويقول لدينا فرصة للتأهل إلى الدور الربع النهائي في مواجهتنا الختامية ضد موريتانيا بعد ثلاثة أيام وعلينا أن نعمل لنجهز المنتخب بالصورة المطلوبة وخاصة عن المستوى البدني والاستشفاء علينا الحزر في المواجهة التي تصف تحت بند المواجهة الصعبة فعلا هاي تصريحات تيتا بصراحة يعني سبقوا حكينا ففرق بين تصريحات تيتا وبين تصريحات نزال محروس قبل المباراة التصريح اللي أعطاه اللي حكينا عنه هو تصريح كان عم يعطي دفع محنا ولا اللاعبين وبالتصريحات بعد الفوز يعني هم يشوف رغم الفوز رغم المفاجأة أنت عم تعمل مفاجأة في بطول كأس العرب تصريحاتها تكون منطقية ما فيها غرور ليش؟ لحتى يفرجل لللاعبين أن المهم ما خلصت أنت بحت ع تونس بس ما خلصت هون لسه عندك شيء أهم من أنك فست على المنتخب التونسي اسمنا تصريحات محمد عز يلي كان عم ياخد جائز أوضى اللاعب بالمباراة قبل ما نفوت على تصريحات محمد عز إذا شفته بعد ما سجل محمد عز الهدف الرائع لحد الآن أنا أعتقده أجمل هدف في البطولة محمد عز بعد ما سجل الهدف كان عم يزل على ركبه أو عم يأرفس عم يحط إيده على راسه عم يتجه للكاميرا بما معناه عم يرد رسالة لجمهور السوري أنه أنا بعتذر عكل نتيجة سيئة أو كل غصة نحني سببنا نكون ياها والله محمد عز بعد هاللقطة أنت كبرت بأيني وأنا بعتذر عن كل فيديو عملته وجرحتك لو بكلمة أنا عبر قناة الكرة الزهبية بعتذر من محمد عز لأنه أنت طريقة احتفالك بالهدف بس عادت وعملت إيدك عراسك يعني عم يشير لجمهور السوري أنت على راسه والله أنك كبرت وأنت العراسنا هو غير بعض اللاعبين ما بدون يذكر أسماؤهم بعد تشير الهدف يعمل لها كوس وأنه هو المذنب تحيي لللاعب محمد عز وبرجع بعيد بكرة أنا بعتذر عبر قناة القناة الكرة الزهبية عن كل كلمة جرحتك فيها أو أغلط بحقك فيها لأنك عن جد طلعت لاعب خلوق ولاعب تنحط على الراس محمد عز كان عم يقول كنا بحاجة مثل هذا الفوز وتمكننا من تحقيق العلامة الكاملة على منتخب كبير بحجم منتخب التونس والجمهور السوري كان ينتظر الفوز بفارغ الصبر بعد سلسلة من النتائج سلبية علينا أن نطوي الصفحة وأن ننهي احتفالات الفوز من أجل التفكير في لقاء موريتانيا المقبل الذي سيمثل كثير من الأهمية في حسابات تاهل للدور الربع النية ونتمنى أن نواصل على نفس المنوال ونتمكن من إسعاد جمهور السوري الكبير الذي تواكبنا التي تواكبنا بقوة ساندنا نتشكرك محمد عز كنت عم تقدم مباراة بطولية بصراحة نكمل الأخبار مكافأة مالية بقيمة 3 ملايين لرسولي لكل لاعب الكادر الفني والإدارة في منتخبنا الوطني هلأ 3 ملايين قليلي قليلي أنتم بتستاهلوا أكتر بس يعني فينا نقول نحن عم نقدم لكم جزء بسيط قدام الفرحة اللي قدمتوا لنا ياها في لقاء الفيديو اليوم خلينا نحكي عن تصريحات نبيل معلون نبيل معلون مدرب منتخبنا الوطني السابق طبعا نبيل معلول التونسي مدرب منتخبنا الوطني السابق كان قبل بداية مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب التونسي وبستوديو التحليل اللي عم يقول أنه مباراة منتخبنا التونسي أمام المنتخب السوري في المتناول وليست صعب يجب أن نفكر في مباراة المنتخب الإماراتي فهي أصعب وأنا عبر قناة الكرة الزهبي قبل بداية المباراة قلت نبيل المعلول إذا فوق المنتخب السوري على المنتخب التونسي بتمنى أنك تعتذر لأنه بصراحة تصريحاتك لا تدل على الروح الرياضية لو كنت أنت تونسي ونحن نحترم كل جماهير تونس ولو كنت أنت مدرب سابق لمنتخبنا الوطنية ولكن ما فيك تقول عبر التلفاز أنه مبغراب المتناول أنا بصراحة حضرت التحليل وكان أحد المحللين العمانة من الجنسية العمانانية عم يقول له أنت ما فيك تحكي هيك أنا بذكرك بكلامي رح تتعذب أمام المنتخب السوري أنا حضرت الحلقة وحضرت استوديو التحليل لك على مصير كان عم يرد نبيل المعلول يقول له لا أنا حكيت رأيي مباراة بالمتناول ولازم يتفوق فيها أو لازم يفوز المنتخب التونسي أنا عبر قناتي قناة الكرة الزهبية بحب أقول لك لكن نحن سوريا نحن المنتخب السوري نسور قاسيون شفت نسور قاسيون يا نبيل معلول الرد كان بأرض الملعب وأنا وعدتك قلت لك في حال فوزنا على المنتخب التونسي لازم تعتذر فلذلك عبر قناة القناة الكرة الزهبية بحب أقول لك المباراة اللي حكيت عنها أنت هي بالمتناول قصرتوها بهدفين مقابل لشيء وبتمنى منك أنك تطلع على التلفزيون وتعتذر من المنتخب السوري وإذا أنت ما بتفهم لغة السورية فبحب أقول لك ياسر ترجم له ونكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم إن شاء الله رح نعمل فيديو تاني ونحكي عن حسابات التأهل بالنسبة لمنتخبنا الوطني عن موعد وتوقيت مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب الموريتاني ونحكي عن التشكيل المتوقعة طب نهاية الفيديو اليوم بتمنى تتعمولي الفيديو بلايك كومنت افعيل زر الجرس واللي عم يحضرنا وماش نارك تمنى تشترك بالقناة من قلبي بحب أقول وعيد وكرر مبروك لنسور منتخبنا السوري مبروك للشعب السوري ومبروك الفرحة الكبيرة بتستاهلوا والله بتمنى دائما تضلوا على خير السلام عليكم